بعد إصدار تقرير فينوغراد الردود الإسرائيلية تترنح ما بين المؤيد والمعارض والعالم العربي بدأ يظهر رده على هذا التقرير رئيس دولة لبنان فؤاد سنيورا يتحدث عن التقرير ويقول بأن هذا تأهب إسرائيلي إلى هجوم وحرب جديدة على لبنان وقال بأن لبنان موحدة أمام أي هجوم عسكري إسرائيلي ومن الطرف الآخر السياسة في لبنان ما زالت مضطربة ومن الطرف الآخر أيضا حزب الله والأمين العام لها يتحدث ويصرح بأن هذا التقرير جاء ليظهر الضعف الإسرائيلي في جيشه بالأخص والفشل الذي تكبده خلال حرب لبنان الثانية عن طريق مجاهدي ومقاتلي حزب الله وبهذا نصر الله يصخر من السياسة الإسرائيلية